غابت حركة حماس وأي من قادتها عن قائمة الإرهاب التي أصدرتها الدول المقاطعة لدولة قطر وضمت 59 فردا و 12 كيانا المفارقة لمن توقع أن تكون حماس من ضمن اللائحة هي أن أحد أسباب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر هو علاقتها وتمويلها لحركة الإخوان المسلمين ولحركة حماس الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول السبب الحقيقي لغياب الحركة عن هذه القائمة حاولت السعودية التي من على منبرها اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس بالإرهاب أن تحافظ على موقفها التصعدي وزير خارجيتها عادل الجبير قال إن الكيلة طفحة وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل حماس والإخوان وصلت السعودية والإمارات بالتوازي حملتهما الإعلامية الشريسة لشيطانة حماس باعتبارها طفل الدوحة المدلل لكن سلوك مصر شريك الثلاثي الخالجي في مقاطعة قطر كان مختلفا انتهجت مصر الحريسة على علاقتها بالسعودية سياسة أكثر فتاحا مع حماس واستقبلت عاصمتها القاهرة وفدا من الحركة برئاسة يحيى السنوار على مدى تسعة أيام اتسمت اللقاءة بسرية فيما ذهب محللون إلى تحدث عن صفقة سياسية قادمة مع حركة حماس يجري احتواؤها عربيا خاصة من قبل مصر وبالتالي فإن وضع أسماء شخصيات من حماس على قائمة الإرهاب الخالجية كان سيعرقل هذا الاتفاق تدرك في المقابل الحركة التي تستعيد زخم العلاقة مع إيران أنها تحتاج لنزج علاقات جيدة في محيطها العربي ورغم رفض حماس الضغوط التي تمارس عليها تؤكد في خطابها أنها حريصة على إبقاء علاقتها جيدة وعميقة مع الكل الإسلامي والعربي فيما يخدم القضية الفلسطينية يقول أحد المراقبين أن المشاورات مع مصر قد تكون فرصة لاحتواء حماس وفق شروط خالجية مصرية وإلا فإن لائحة خالجية جديدة للإرهاب تضم مسؤولين في حركة حماس قد تصدر قريبا